لحسن شحاتة روح رياضية حقه الخطيب نجمة مصر بياخد حسن شحاتة نجمة مصر وبيتقدم لجمهور النادي الاهلي وبيتجه سويا إلى جمهور نادي الزمالك دي الروح رياضية اللي احنا عاوزينها تسود ملعبنا عشان نسعد بأبطالنا لحضراتكم شفتو ده ده الاهلي والزمالك لحضراتكم شفتو ده كان سنة من فترة طويلة جدا جدا وكانت الشكل الطبيعي ان كابتن محمود الخطيب نفسه عندما كان لعبا وعندما كان رئيسا او عندما او لما بيكون رئيس نادي عمل ايه وعندما كان لعبا ماذا فعل هو ده كابتن محمود الخطيب بالمناسبة انا انا عايز اقول عن الكابتن الخطيب حاجات كتيرة جدا ولكن عشان لانه حيث ظلم ظلم كبير جدا خلال فترة سابقة و لكن مجلس ادارة الناد الاهلي بالكامل انا هنا بتكلم عن مجلس ادارة الناد الاهلي بالكامل ولكن في النهاية الحمد لله الامور كلها انتهت الحمد لله الامور عادت لطبيعتها الامور عادت للطبيعة او للشكل اللي احنا الطبيعي اللي احنا بنمشي به ان ترى هذا الشكل الرائع كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن الشحاتة مسكين ايديون في قدم بعضه رحيل جمهور الاهلي empleسقفولو وبعدين رحل الجمهور الزمالك هذا هو الطبيعي ان ترى كابتن محمود الخطيب وهو زي ما حضراتكم شاه Brittany تعالة كابتن حسن وراحوا لجمهور النادي الاهلي وبعد ما رحوا لجمهور النادي الاهلي وسقفولهم واحنا اهلي وزمالك مع بعض خدوا الاتنين ايد بعض كابتن حسن خد ايد كابتن خطيب وراحوا على جمهور الزمالك وحيوا جمهور نادي الزمالك وحياهم جمهور النادي للأهل وجمهور نادي الزمالك هذا هو الشكل الطبيعي لكرة القدم والرياضة في الجانب الاخر او بعد شوف كم سنة عدوا بقى من وقت هذه المباراة لغاية دلوقتي كم سنة وبيعود مرة اخرى كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته وكابتن حسين لبيب ومجلس ادارته ويلتقي طبعا كابتن حسين هنا بيمثل نادي الزمالك ساعتها كانت كابتن حسين شاعتها بيمثل نادي الزمالك في الملعب فبعد عدد سنين كبيرة جدا جدا نجد ان الطبيعي بيرجع مرة تانية وبتبقى الامور بهذا الشكل اللي حضراتكم شايفينه الرياضة ستظل دايما زي ما كابتن خطيب قال مسئولية واخلاق كابتن محمود بيؤكد ان التنافس سيظل موجودا ولكن باحترام كابتن حسين لبيب ايضا بعد كلمة كابتن خطيب اكد على اعتزازه وتقديره الشديد لدعوة كابتن خطيب بعد كده طبعا كابتن خطيب قبل ما ينهي كلمته قال ان هو يعني ان شاء الله يبقى مجلس بيدعو مجلس ادارة نادي الزمالك للتواجد في النادي الاهلي وكابتن حسين لبيب ايضا قال ان العلاقات الوطيدة ما بين الناديين علاقات كبيرة جدا وسط تظل دائما كبيرة ما بين الناديين خلينا نطلع نشوف ايضا ماذا قال كابتن حسين لبيب ونرجع نكمل مهات